السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعض فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون زي ما قلت لك كل مرة مش عايزين يقول يعني عايزين يكون مع السابقين ويحكي عن السابقين كأن بيحكي حكايات ألف ليلة وليلة ونقول كان يا مكان أنا عايزة كنت تبقى من السابقين وعايزة كنت تبقى من السابقين عايزين كلنا نبقى من السابقين إلى الخيرات كما قسمهم المولى عز وجل في الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ربنا ما جعلنش منهم ومنهم مقتصد برضو ما بنتمناش نكون منهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير شفت لما جاء عندي ذكر سابق بالخيرات قال إيه قال بإذن الله لأن انت لو حبت يعمل أي خير إنما الذي يوفقك لهذا الخير هو الله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله حتى عند التوبة لما بتزنب تأكد ان انت ما بتتوبش أصلا إلا إذا ربنا وفأك للتوبة قال جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوب يا الله فربنا يرزقك بالتوبة فتوب فيقبل توبتك شفت دي هو ودود ورحيم ليك مين رب غيره سبحانه وتعالى هو في حن عليك من الله سبحانه وتعالى ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع يا الله وإضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل إن ما فيش رحمة في الدنيا أرحم أو أعظم من رحمة الأم بطفلها الرضيع يمكن رحمة الأم ببناها كبير جميلة بس لا يمكن توصل أبدا لرحمتها بالطفل الصغير الذي لا حول له ولا كوة التي تحس هي بشؤلي وحبه وحنان لأنه كائن ضعيف لا يملك لنفسه ضررا ولا نفعا فهي بتحس إنه محتاج له وبتحس إنه من غيرها ممكن يموت وممكن يضيع فعشان كده هي بتحبه وبتحن عليه فالله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع تعالى نرجع لموضعنا مع السابقون السابقون هم ناس سبقوا لكن في ناس لسه برضا عايزة تسبق زي قول المولى عز وجل من المؤمنين رجالهم صدقوا ما أهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله فمنهم من قضى نحبة دول السابقون هم ومنهم من ينتظر فيه سابقين برضو ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ربنا يجعلنا وياكم من هذه الثلة المباركة آه في ناس صدقت في زمن الصحابة في عهد النبع السلام وفي ناس تانية برضو بتصدق وما زال الصدق في هذه الأمة الميمونة المباركة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر لا يدرأ أولها خير أما آخرها المؤمن نحن عايزين نقتدي بهؤلاء الصحب الكرام وقبل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة لمن كان نرجو الله اليوم الآخر والذكر الله كثير تعالوا نشوف النهاردة الموضوع الجديد بالنسبة للموضوع علوه والهمة وإزاي أن الهمة دي تعالوا إزاي أن نحن عندنا همة عالية وإزاي الهمة دي ننميها ونعليها أكتر وأكتر حتى نصل إلى جنة الفردوس إن شاء الله جل وعلا إحنا نهاردة الحلقة لكم خمسة وزي ما بنقول في كل مرة النهاردة يعني خمسة رمضان يعني عدت خمس ليالي والمولى عز جل له وعتقاءه من النار في كل ليلة يطارت عتأت رأبتك في الخمسة اللي فاته طب يطار هتتعتق في الخمسة وعشرين الفضلين وقعد كده طول رمضان طول ما انت عايش كده قول يا رب عتأت رأبت اللي لدي طب لو ما قدش عتأتها اللي لدي أسألك بأسمائك الحسنة وصفاتك العولى وبإسمك الأعظم إنك تعتق رأبت في اللي لدي اللي لدي بزي يمكن معيش البكرة يا رب أنا مضمانش عايش يا رب اعتق رأبتك ما هو لو عتق رأبتك مرة فلن يأسرك بالمرة هي دي المسألة ممكن تقولي طب ما ممكن يعتق رأبت اللي لدي وبعد كده بعد رمضان أعصى ربنا فخش النار أقول لك ما تخافش اطمئن الكريم جل وعلا إذا أعطى الهدية فلن يرجع فيها أبدا حاشا لله سبحانه وتعالى زي ما نبع السلام قال لأهل بدر قال صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال عمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأهل بدر ازدادوا طعف فضل الله سبحانه وتعالى أن يتعلموا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم حتى تتورم قدمه وأمنا عايشة طوله يا رسول الله يعني أنت تفعلوا بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقولوا أفل أكون عبدا شكورا يا عايشة سبحان الله فالصحابة تعلموا ده أول ما نبع لهم كده ما قالوش بس خلاص احنا الحمد لله ربنا غفر لنا فبراحتنا بقى لابد أبدا ازدادوا طاعة لله سبحانه وتعالى لما النبي بشر أربعين من الصحابة بجنة الرحمن الناس عارفة عشر مبشرين لا ده فيه تلاتين كمين كمان مبشرين بالجنة بفضل الله يعني مع دراستي في كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت أن فيه أربعين صحابي بشروا بالجنة اللي بشروا بالجنة دولد قبل ما يبشروا بالجنة كانت حالهم عامل إيه وبعد ما بشروا بالجنة كانت حالهم عامل إيه اختلف أوه الله اختلف اختلف لإيه للأقل يعني خلاص ضمنوا الجنة وخلاصوا رياح أبدا ازدادوا طاعة ليه ازدادوا شكرا للخالق جل جلاله يا الله شيء عقب جدا فاحنا النهاردة عايزين بقى نشوف إزاي الهمة تعلم إزاي إن احنا كلما نزيد وكلما نهمة تعلم وإزاي إن احنا نعليها أكتر وما نكتفيش بأي قدر شوف من أراد المنزلة العليا في الجنة يحفظ الكلام ده من أراد المنزلة العليا في الجنة فلابد أن يكون في المنزلة العليا في العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله في الثلاث حاجات دولد يبقى في المنزلة العليا طول ما أنت عايز لا أنا عايز درجة أعلى طب خلاص خليك أنت درجة أعلى اللي هتقدمه هنا هتليه هناك قال الإمامة بن القيم رحمه الله رحمة الوسعة للعبد بين يدي ربه جل وعلا موقفان موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة فإن أحسن العبد وقوفه في الصلاة بين يدي الله أحسن الله وقوفه يوم القيامة وإن أساءل عبده في وقوفه بين يدي الله عز جل في الصلاة خلاص يبقى ضيع نفسه دنيا وآخر ربنا يعرفينا وعرفيكم يا رب العالمين ويجمعنا وياكم في فردوس الأعلى تعالوا نشوف النهاردة جملة جملة جدا أو جملتين هنبدأ بيهم لقاء النهاردة ونعيش من خلالهم مع لقاء النهاردة قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله سعى والإمام ابن القيم صاحب الكلام القيم أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله سعى لابد للسالك مين السالك؟ السالك اللي عايز يوصل للفردوس الأعلى اللي عايز يوصل للجنة اللي عايز ربنا يرضى عنه لابد للسالك من همة تسيره وترقيه خب بالك هولاك الجملة ونعيش معها بقى شوي بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه كلام عالي قوي كلام عالي جدا جدا شو بقى المعاني الجميلة دي لو عشتها هتحس بقى دقيق علوه الهمة ده شيء عظيم جدا احنا طبعا ابتدأ من الحالة اللي جاه ان الحياة الله عز جل هنبتدأ بقى نتعايش بقى مع الامثلة الجميلة بقى في علوه الهمة عند الشباب وعند الشيوخ وعند النساء وعند الصبيان وعلوه الهمة في مجالات مختلفة في التوكل والحياة وفي الصبر وفي الرضا علوه الهمة في حاجات كتيرة جدا عايزين نعيشها في حياتنا عشان تتحول حياتنا الى نموذك عالي جدا للانسان المسلم اللي عايش وهو في حياته قضوة للبشرية كلها قال جل في علا كنتم خير أمة اخرجت للناس احنا افضل أمة جماعة افضل أمة بلا منازع بلا منازع بجد ده مش كلامي تقول ده متحيز بقى ده كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم اسمع كلام ربك جل وعلا قال جل في علا كنتم خير أمة اخرجت للناس للناس مش لنفسنا بس لا للدنيا كلها دعوتنا عالمية جماعة دعوتنا دي لازم توصل لكل وهتوصل ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم كما عنده احمد بسنة دين صعيح وَلَنْ يَتْرُكَ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرْ وَلَا بَيْتَ وَبَرْ إِلَّا أَدْخَلُوا اللَّهُ هَذَا دِينَ بَعِزَّ عَزِيزَ أَوْ بِذُلِّ ذَلِّيْلِيْلِيْهِ لا فيش بيت على وجه الأرض كلها وعلى فكرة ده لسه ما حصلش لا في زمن النبي ولا في زمن الصحابة ولا التابعين لسه يحصل في الزمن اللي جاي وَلَنْ يَتْرُكَ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرْ وَلَا بَيْتَ وَبَرْ إِلَّا أَدْخَلُوا هَذَا دِينَ بِعِزَّ عَزِيزَ أَوْ بِذُلِّ ذَلِّيْلِ عزًا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَّمَ وَأَهْلَهُ وَذُلًا يُذِلُّ بِهِ الْكُفْرَة وَأَهْلَهُ سبحانه الملك هايوصل الإسلام لكل بقاء الأرض هايوصل الإسلام لكل بقاء الأرض وكما قال ربعي بن عامل رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمة وسع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العربي البسيط لما دخل على رسطم قائد جويش الفرس دخل على الأصر بتاعه بالدباج والحرير والدهب والألباز وشيء فوق الخيال فلما دخل قال له رسطم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا وضح لوظفة المسلم كله في كلمات بسيطة جدا جمعت كل وظيفة المسلم وحياته في كلمات بسيطة قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة أظن كلم واضح جدا جدا خب بالك ويكون جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة ده مشهد مشهد يوم اليوم هتشوف إن شاء الله يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه جل وعلا يا نوح هل بلغت رسالتك نسينا نوح جماعة اللي دعا تسعمية وخمسين سنة الف عام يعني الف عامل إلا خمسين سنة تخيلوا تسعمية وخمسين سنة دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا لم يفطر عن دعوتهم أبدا ومع ذلك في تسعمية وخمسين سنة دولت على روايتين بعض الراب بتقول ان هو أسلم على ده 13 واحد وبعض الراب بتقول 80 يعني قول 80 80 في تسعمية وخمسين سنة يا الله ايه الصبر ده كله عشان كده يضرب بالمثل صبر نوح عليه السلام في الدعوة تسة ومئة وخمسين سنة النهاردة يعني لو دعيه راح مسجد وقع عديد ده درسين تلاتة ولقى الناس ما بتستجيبش يلم يلم العيد ده ويمش على طول في ساعتها يعني بيزهق بسرعة لقى شوف سيدنا نوح ظهر بمثل عجيب ولم يسكت عن الدعوة إلا لما جاءه أمر المولى عز جل يعني قال جل وعلى وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص فلا تبتز بما كان يفعلون واصنع الفلك بعيون نواحين خلاص سبحان الملك سيدنا نوح تسعمائة وخمسين سنة ورغم ذلك المولى عز جل وهو أعلم جل وعلى فبيقول له يا نوح هل بلغت رسالتك فيكوره بالا يا ربي فيسأل ربنا جل وعلى قوم نوح هل بلغكم نوح من رسالته قالوا ما جاءنا من نذير إنه ما جاءنا من بشير يعني شوف لدارة يعني كانوا بينهم أنوحوا دامكوا عليه السلام شفتوا والله ما شفتنا ولا عط ولا حتى جاءنا أبدا أخبرك ما جاءنا من بشير وانا جاءنا من نذير فقال جل وعلى يا نوح أنكرت أمتك خلاص بقى من يشهد لك يا نوح هو ده الشهاد بقى من يشهد لك يا نوح فيكون نوح عليه السلام عارفين يقول إيه قال يشهد لي محمد وأمته يا الله اللهم صلّهما صلّه وسلم وزيد وبارك على حبيبنا وكرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يشهد لي محمد وأمته قال صلى الله عليه وسلم فتدعون الأمة فتشهدون يعني لنوح وأشهد عليكم فذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة أمتنا جمعة يوم اليامة إحنا الأمم كم أمة منذ خلق آدم عليه السلام من القيامة الساعة هي كم أمة بالضبط ورد فيها أحاديث صحيحة أي نعم ورد فيها أحاديث صحيحة أمتنا كم أمم الأمم دي كم أمة سبعين أمة إحنا الأمة رقم كم رقم سبعين تصدق الكلام ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم أكرموها وأعزوها على الله عز وجل تخيل بقى احنا اعظم واعز امة عند الله سبحانه وتعالى انتم اكرموها واعزوها على الله عز وجل الامم دي كلها سبعين امة اخرها امة النوع السلام لما نيجي نخش الجنة ان شاء الله احنا بالنسبة لهم النسبة والتناسب هنبقى دي في الجنة تخيل بقى كده سبعين امة هيخش الجنة او هتخش بعضهم الجنة بالله عليك تتقسم ازاي تقول لي يعني ممكن من كل امة شوية يا خبالك اللي يخش الجنة يعني ربنا يعني ايه اللي هم عملوا عمل يرضي به ربنا سبحانه وتعالى طيب لا تتخيل بقى حاجة ويمكن ما تصدقهاش تخيل ان امتنا تلتين اهل الجنة يا شيخ محمود قول كلام والله العظيم تلتين اهل الجنة طب يديني الدليل ازاي ما عاوتتنا حاضر بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اهل الجنة مائة وعشرون صفا خبالك مائة وعشرون صفا ثمانون منها من امتي واربعون من سائر الامم يعني مية وعشرين صف طبعا مش صف صغير كده زي صفوف اللي لا لا صف بقى ماشا الله يعني فاهم ازاي فايه تمانين صف من الصفوف الجنة دي كلها من امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واربعين صف تتوزع على تسعة وستين امة عرفت بقى قديه الامة دي عزيزة عرفت قديه الامة دي غالي على ربنا صفحة تعالى دا كفان من ضمنهم بس سبعين الف يخش جنة بغير حساب ولا عذاب والنبع السلام يقول فاستزدت ربي في رواية فزادني مع كل واحد سبعين الفا وفي رواية تانية فزادني مع كل الف سبعين الفا وثلاث حثيات من حثيات ربي كل ذي يخش جنة بفضل الله بلا حساب ولا عذاب يا الله لك انت تخيل بقى هذا عظم عظم ان انت بتنتسب لهذه الامة المحمدية ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي ما تصلى على احمد صلى الله عليه وآله وسلم تعالي شوف كلمات الجميلة اللي قالها الامام مقيم قال الامام رحمه الله رحمه نسعة لابد للسالك من همة تسيره مش كفاه وترقيه ومن علم يبصره ويهديه اشترح كلمة تنظر في حالة دي لابد للسالك السالك ده الانسان اللي ماشي في طريق ربنا الانسان اللي ماشي في طريق الجنة اللي ماشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد للسالك من ايه من همة الهمة دي على حسب بقى قوة الهمة بتاعتك همتك ايه ربنا يرضى عني وعمر الكون واختم بلدي ورب ولادي واكرم زوجتي واحمل واسوي فهم ازاي واوصل الفرداء وسألها لو أكون في صحبة النبي وصعصان في الجنة انا همتي ما توصلش لقل من كده طب ما انت محتاج بقى ان انت طول ما انت ماشي تعلي الفولت شوية شوية وتعلي تاني وما تقفش وما تثبتش على لان الامان الامان يا جماعة ما بيثبتش الامان يزيد وانقص يزيد بالطاعة وانقص بالمعصية او بالغفل عن طاعة الله سبحانه ولذلك الحديث لله المسلم لما حنظر قبل سيدنا ابو بكر قال له ايه قال له نافق حنظر قال له كيف ذلك قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنر فكأنا رأي عين كأننا نشافيني الجنة والنر بعيننا فاذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضاعات ذهب ما نجد فقال أبو بكر او أنك لا تجد ذلك قال أجل ألوان وبرضو نفس الحكاية كأن أبو بكر عايز يقول نافق أبو بكر تخيل أبو بكر رضي الله عنه ورضاه أفضل الخلق بعد الأنباء والمرسلين عايز يقول عن نفسه هو برضو نفس الحكاية فالتنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عن النبع السلام النبع السلام شاف حنظر الآن مضطرب كده الآن مضطرب كده ما بك يا حنظر قال يا رسول الله نافق حنظر قال وما ذاك شو بقى صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك إيه اللي خلقته لك ده قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة فكأن نرأي عين فإذا ما خرجنا من عندي قا عفسنا الأزواج والأولاد والضعاعات ذهب ما نجد فنحسن وضح له أن منهك قال لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظر ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة طبعا فيه ناس بهم يتحدث ده غلط فشغالة زي بيك بين يقطع ويشتغل ساعة ويقعد ساعة يقول لك ساعة ربك وساعة القلبك وساعة ربك ما بيجيش أبدا يفضل ليل ونهار أكل وشرب وتمسيليات وأفلام ومصرحيات وجري ومصيفه ده وأول ما يسمع الله أكبر ولا كأن الأدم ده بليه خالص ولا كأن النداء ده ده ليه خالص مرة ويقول لك ساعة القلبك صعب لا ده حياتك كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين إيه معنىها أنا بقول وأنا أول وأنت بتقول وأنا أول وأنت بتقولي وأنا أول الله يبقى فيه تصابق آه مش ربنا ألقى كده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلحق خش مضمار السباق أقف دلوقتي استعد استنى بس صفرت الانطلاق وانطلق اجري كأنك داخل سباق 100 متر تعرف لداخل سباق 5 كيلو و10 كيلو آه ده ممكن يأكل شوية ويستلاح شوية وينام شوية ويجري شوية لسه المسافة قدامة كبيرة إنما 100 متر ما عنديش وقت تبص يمين ولا شمال اجري وانحق خش يلا في السباق اشتغل قدامك جنة عرضها السموات والأرض ما فيش فيها لا شقاء ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا عجز ولا ضيق ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا رياء ولا نفق ولا ظلم ما فيش أي حال خالص كل اللي فيها جميل كل ما فيها جميل لأن الذي أعدها الملك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى لابد دا للسالك من همة همة جماعة همة تسيره تمشي أول ما تمشي عامل زي إيه عارف الطريق بتاعة العربية اللي فيها الفتس بتاعها أربعة نقلات ولا خمسة أول فتس بيبقى التفس بتاعه وخم جدا ليه عشان هو دا اللي بيحمل العربية إنها تبتدي تتحرق لكن حرقته بطيئة بس قوية فهم زي ابتدي بطيئ شوية ماشي بس تبقى قوي وسابت وراسخ فهم زي من همة تسيره الترسل الأولاني خلاص اشتغل فهم زي رح على طول ما مسكتش بقى رح نقل على إيه على التاني وإيه المطور هيفوض ورح نقل على التاني التاني إيه يعني يعني قضع في شوية بس إيه أسرع فهم زي التالت الرابع الخامس دا على آخر سرعة سرعة جيب مرشدين لحسن كده هترجع ور لأ أنا عايزك إيه تفضل مش هايجي عليك أوقات هتنور هتلاقي نفسك إيه عندك فطور لما تلاقي عندك فطور اسحب بقى الناس إيه اللي بتجري فلما تبوصل اللي بيجري تجري معاه ما هشوفه ببالك هتصاحب واحد بيصلي الفجر هتقوم أنت تصلي قيام الليل ليه لأنه بيحفزك أو بيصلي الفجر طيب ما صلي الفجر معاه وكمان أزود وقيام الليل هتصاحب واحد لا بيصلي ولا لعلقة بربنا هتبقى زيه الصاحب ساحب لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالب مثل الجليس الصالح والجليس السوق كحامل المسك ونافق الكيد ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يلابد إيه لسلك من همة تسيره مشيت خلاص اوعى توقف مكانك ما تكتفيش بكيد أتقول الحمد لله أنا أحسن من غيري وما تبصرش لقال منك لا في أمر الدين بصلي الأعلى منك طب في أمر الدنيا بصلي الأعلى منك أخذ بالك ليه فإنه عسى إلا تسداب النعمة تضع عليكم ربنا كلمك بعربية فيت فمزاي الحمد لله رضا بثلاث عجلات زي الفل جميل أول عندك فز بقى زي عسر ما شاء الله أمر فمزاي إنما بقى توقع تبصلي عنده شبح مش انت ماشي وهو ماشي مش انت بتوصل وانت بتوقفوا في شرعة واحدة واخد بالك إنما في أمر الدين لا ما تقش انت تحمل حد أحسن منه في الدين بس في الدين مش معنا كلا تحقد عليه لا إنما تغبطه تغبطه تتمنى ما عنده أن يكون عندك مثل ما عنده دون تمني زوال ما عنده واحد حافظ عشرين جزء يا رب ارسوكني زي أو أحسن منه إنما تقولش يا رب ده ستير كلام يعني انت عارف في ناس كده يعني ايه في ناس صعبة في ناس تتمنى الخير إلا نفسها ولا لغيره وضبهم فكاننا باتنين كان محكم عليهم بالإعدام فواحد فيهم طيب جدا وابن حلال بس يعني وقع في مشكلة يعني في عمل الأرضي دي فهيتعدم والتاني بقيت عنك بقرة نكد ربنا عافينا عفيك فجوء الراجل بقى بينفز حكم الإعدام جي الأوليين الطيب ده قال له أمنيتك إيه قبل ما تعدم قال له يعني ممكن تنفس دي أمنيتك قال له طبعا أنا أمرت أنني نفذ لك أمنيتك قال له طيب أنا أمنيت حات أنني يعني قبل ما موت كده أشوف أمي قال له طيب خلاص فرح للتاني اللي هو بقرة نكد ده قال له أنت تتمني قبل ما تموت قال له أتمنى أنهما يشوفش أمه يعني باركة تقول لي هو خسريني ما تعرفش سوى في ناس كده يعني ربنا عافينا عفيك الشيات في الموضوع الحمد لله خدمت جزء عامة طب قال له بعده تبارك قد سمع خش يلا من أول البقرة كمل فهم زي يلا إيه مع الكراءة تفسير ومع التفسير قيام ليه صلق قيام ليه عشان القرآن يثبت فهم زي طبعا بعلم يروح يلزم شيخ من المشايخ وتعلم على الأداء دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بر والدين بص إيد أمك وابوك صالحهم اكرمهم فهم زي يلا اتجوز عشان سنة نابع السلام يلا خلف عشان أولاد يعبوض ربنا يلا ارتاقي كل يوم لازم يكون فيه حاجة جديدة في حياتك كمؤمن انت بنفسك في أمور الدنيا تقول نفسي في كل يوم تنقل من لزة لزة طب ما زي ما انت عايز تتنقل في الدنيا من لزة لزة ما انت في الجنة عايز تنتقل من درجة الأعلى وده مش هيكون إلا بقربك من ربنا وإلا بعبادتك لا بد لسهلك من همة تسيره مش كفاية وترقيه ابدأ بقى ترقى الحمد لله النهاردة ربنا اكرمني والحمد لله وخب بالك بقى قليل دائم خير من كثير من قطع ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله حديث في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل وإنقل ابدأ بقلال مش مشكلة هتقول لي ده لسه قدام كتير عبال مطلوبة يا عم ربنا بقى فيك انت عايزه بس يبدأ ابدأ وانطلق لابد لسهلك من همة تسيره وترقين هي ده الهمة اللي احنا بنتكلم عنها اللي انت بقى عندك همة ان رمضان السنة دي مش ممكن يبقى زيق يا رمضان اللازم يبقى رمضان تاني خالص مميز لازم يستقبلوا استقبال جديد خالص يا جماعة ما ينفعش زي كل سنة باستقبلوا بفطور ومش عفقه أو مثلا باستقبلوا باقبال في أول عشر تاني بعد كده يحصل بقى نوم وفطور لا 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 من أوله لأخره تلاتين يوم عبادة عشان أوصل لليلة القدر عشان قبل ده كله أوصل لمرضات الله سبحانه وتعالى ان ربنا رضى عني هو لو ربنا رضى عنك هيغنمك ليلة القدر هيعتقرابتك من نار هيدخلك الجنة هيخليك في صحبة النبي هينعم عليك بأعظم نعمة وهي النظر إلى وجه الله مجوهن يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسن الحسنة وزياد يبقى لابد للسارك من همة تسيره وتلقيه خل بقى بقى ومن علم يبصره ويهدي عصي لو سلكت الطريق دوت من غير علم هتضيع هتيجي بقى تخش كده بحماس والباس الحمد لله حب ربنا والله حب الصلاة وإن شاء الله صل الدهر النهاردة إن شاء الله 48 ركعة عزيات الخير خيرين يا عم إيه المشكلة ده ربنا يا أخ كريم يا أخ ويا مداني سبحانه الله الله أكبر نوية صل الدهر هيتموني أصلي طب ليه تمني أنا بعمل معصية أه في ناس تقولك كده هو أنا بعمل معصية ده أنا بصلي يا عم أنا باشقل لربنا وببكي وكده فمزاي أقولك برضه ما يقبلش ليه لابد أن يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطين لقبول العمل إخلاص ومتبع إخلاص بعمل عمل ده المين لمه وكيفه عملته ليه لله يبقى يقبل فمزاي طب كان على هدي رسول الله ولا كان ابتدعت فيه أو ابتدعت ما يقبلش خطي يا لابد من إخلاص ومتابعة عملت ابتغاء مرضات الله وعلى هدي رسول الله صلوا كما رأيتمون وصلي خذوا عني مناسككم يبقى لابد لسالك من همة تسيره وترقي ومن علم يبصره ويهديه طول ما بتتعلم طول ما أنت بتبذل الجهد في أنت تتعلم كيف تعبد الله فيها مع علوم دي فرض عين على كل مسلم تعلم فقهة طهارة فقهة الصلاة مش بتصلي ما لازم تتعلم ده فرض عين عليك عندك فلوس هتتعلم فقهة الزكاة ده فرض عين هتحج بقى تتعلم فقهة الحج ده فرض عين هتتجوز لازم تتعلم فقهة النكاح ولا هتتجوز وانت ما انتش عارف الجواز ده يعني ايه وضع بتطلق مش عارف بتطلق ازاي لازم تنظم حياتك وتعيش دينك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان تفاوت الناس ودرجات الناس بتفاوت الهمم بنقول يا جماعة الهمة دي رزق رزق ربنا بيسوقه اليك هنكمل الموضوع ان شاء الله حلقة اللي جاية ان شاء الله انتظرونا غدا ان شاء الله اسأل الله عز وجل ان اجمعنا وياكم مع اهل الهمم واهل القمم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابي ومن تبعهم باحسانه الى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت